استمع نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق روكن علي محسن صالح خلال لقائه قائد المنطقة العسكرية الثالثة لواء روكن محمد أحمد الحبيشي إلى المسجندات واطلع على أحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في جبهات المنطقة ونقل نائب رئيس تحية فخبة الرئيس المشير روكن عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والمقاتلين البواسل مشيدا بما يسطرونه من بطولات وطلحيات تاريخية في مواجهة الميليشيات الطائفية الانقلابية التي تمارس أبشع الجرائم بحق اليمن واليمنيين أعبر نائب رئيس عن تقديره لدور الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم للشرعية ودور الجيش الوطني في معركته المصرية ضد مشروع إيران التقريبي وأكد نائب رئيس الجمهورية في اللقاء اهتمام وتقدير القيادة السياسية للملاحم التي يسطرها المقاتلين الأبطال في مختلف ميادين العزة والكرمة لأجل أمن اليمن واستقراره ويخطون بدمائهم الزكية أروع النماذج في الجندية والانضباط والتضحية منوها إلى الاستمرار في عزيمتهم ونضالهم في مقارعة الاعتداءات الحوثية الإيرانية من جانبه تطرق قائد المنطقة الثالثة إلى عدد من قضايا والموضوعات المرتبطة بالمنطقة وما يتحقق من إنجازات بفضل صمود وبسالة أبطال الجيش ودعم الأشقاء في التحالف ومؤكدا ثبات الأبطال وعزيمته بالقتالية في صد اعتداءات وتصعيد الميليشيات الإنقلابية الإجرامية